تعالي أقوليك الأهداف تعالي نمشي واحدة واحدة الأهل النهاردة كسب كام؟ 4-0 4-0 خد بالك النتيجة دي ما تعرض لهاش المصري من 17 سنة تحديداً في سبتمبر 2006 المصري خسر 4-0 من التحدث السكنداري بعدها المصري مخسرش بفريق 4 أهداف المصري اللي عامل تشكيلها محترمة جداً ومعاهم مدير فني محترم جداً الكابتل علي ماهر هذا الموسم فكون الأهل يكسب 4-0 وهم مكسبش فريق هاية ده فريق مخسرش بالنتيجة دي من 17 سنة 17 سنة كامل شوف الأهداف أول هدف كان لريدا سليم أسست حلو قوي من إمام عشور قد بالك بص على الكرة دي واحدة واحدة وحنا منتفرج كده الكرة ارتدت من الحارس من اللي شاط بقى أول واحدة ده بشماله ده ريدا سليم سبعة كده وخلاص لا راح تقدم شوية إمام عشور اديه لواحدة بلسم بلسم هم شاطها في الزاوية اللي مين أنا كنت بشوف اللي جوان دي معبر اخوات بصراحة شبه هاكده بعد كده بيرس تاو جولين حلوين قوي بص 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 هاني داله زي بقى بص بيرس تاو رقص ترئيسة خفيفة كده الكريم العبائي وهبا نحية محمود جاد اللي مين هدف حلو قوي من بيرس تاو الهدف اللي جاي ده بقى كيف أسست مش جول بص الأسست حلو إزاي بص الأسست والدقة والكواليتي بتاع الأسست حلو إزاي وبرضو بيرس تاو بيلف هبا بتخبط في رجل حسين السيد وتروح بقوة في مرمى محمود جاد هدف أيضا رائع جدا ورقص بيرس تاو الشهيرة بإمام عشور بيحييه على الهدف أو الأسست اللي ادهوله عشان يجيب منه الهدف آخر الهدف وده فرحت لللعب جدا كريم فؤاد راجل اللي لسه راجع من الصديقي أول مباراة العفيع أول اشتراك مع الناجي الأهلي وهو لعب مجتهد جدا كريم فؤادي سجل الهدف الرابع بخطأ من محمود جاد ديها 52 كان اضطرت باهر المحمدي وباهر المحمدي عاش فترة صعبة مع الإسماعيل الفترة الأخيرة هو لعب دولي ولعب مميز وما فيش خلافة بشكل أو بآخر بيبدأ مرحلة جديدة مع المصري وهو لعب له خبرات عديدة وكبيرة انظر أول فيه تصرع وتهور كبير جدا مع ريدا سليم النظر تاني فيه تهور كبير جدا مع إمام عشور لعب دولي ولعب كبير زي باهر المحمدي فعش يغلط غلطة دي عشان لما اضطرت كان فرقته خسرانا واحد سفر بس وكان والد انها هتخش مع النادي الأهلي في المباراة هو خلص على فرقته طبعا أولا وأخيرا الأهلي هو اللي تقلق وهو اللي فاز وهو اللي عمل كل شي مرس الكورة وباقي اللي لعبين بس المصري اللي خلص على الفرقة في المباراة دي طرد أكيد باهر المحمدي رغم أن الكابتن علي ماهر بعد المباراة قال أن أنا بتحمل المسؤولية كمدير فني محترم يتحمل المسؤولية في الخسائر وأيضا في الانتصارات شيء رائع جدا بي